أكد مستشار شؤون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عز الدين المؤيد تواصل برامج ونشاطات المجلس رغم تداعيات جائحة كورونا وذلك من خلال استغلال التطبيقات التكنولوجية الحديثة والعمل عن بعد وبما يحقق تنفيذ مفردات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتعزيز حضورها كونها شريكا أساسيا في عملية البناء والتنمية التي تعيشها مملكة البحرين جاء ذلك في أولى فعاليات برنامج الوعي السياسي ثلاثة والذي ينظمه معهد البحرين لتنمية السياسة حيث تناول المؤيد عد من المحاور الرئيسية مستعرضا بدايات المشاركة السياسية للمرأة البحرينية وجهود المجلس الأعلى للمرأة في دعم مشاركة المرأة والمرأة البحرينية والاتفاقيات والمنظمات الإقليمية والدولية إضافة إلى عرض نماذج لأبرز ما تحقق على صعيد التشريعات ومشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وكان مستشار شؤون الأمان العام للمجلس الأعلى للمرأة قد أكد على ما يليه المجلس من أهمية لملف الاستقرار الأسري والذي يعد أحد المحاور الرئيسية ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وسعيه المستمر بالتعريف بحقوق المرأة وواجباتها إلى جانب ذلك سرع المستشار المؤيد إلى الإشارة نحو طبيعة البرامج التوعوية التي يقدمها المجلس في سبيل تنمية المهارات والقدرات للراغبات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والدخول في مجال ريادة الأعمال إلى جانب توفير الحاضينات الاقتصادية والمحافظة المالية التي تقدم التسهيلات التمويلية ببعض المميزات والأرباح المكفولة من قبل مؤسسات الدعم والتمويل مثل صندوق العمل تمكين وبنك البحرين للتنمية وغيره وخلال المحاضرة أشاد المؤيد بشراكة الاستراتيجية القائمة بين المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية كمؤسسة وطنية متخصصة في التأهيل والتدريب في مجالات تنمية الوعي السياسي إلى جانب شراكات متعددة مع عدد من المؤسسات الرسمية مثل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية باعتبارهم شركاء وحلفاء معنيين بتنفيذ الخطة الوطنية منوها بمبادرة العديد من مؤسسات القطاع الخاص بإنشاء لجان تكافؤ الفرص تحقيقا لأهداف الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة